بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في شروحات مقرر السكرتاريا والإدارة المكتبية اليوم بإذن الله سنتحدث عن درس جديد من دروس هذا المقرر سنتحدث عن مهارة إدارة ضغوط العمل وأيضا تحدثنا سابقا عن عديد من المهارات ذكرنا المهارات التقنية ووصولا إلى الدرس السابق ذكرنا مهارات الاتصال والتواصل بدأنا بتعريف مفهوم مهارات الاتصال والتواصل بعد ذلك تحدثنا عن أنواع أو هذه المهارات في بيئة العمل وبعد ذلك تحدثنا عن أنواع اتصال للسكرتير وأخيرا تحدثنا عن عناصر الاتصال فيما يتعلق في المفهوم ذكرنا هي أي عملية نقل لمعلومة أو فكرة أو رأي تتم بالتأكيد في الحياة العملية بين الموظفين بين الموظف العميل بين المسؤول ومدير أو الموظف ومديرة كما يحدث في السكرتير مع مديرة هذه العملية تتم وثق مهارات معينة أو أسلوب معين ذكرنا من هذه المهارات فيما يتعلق في بيئة العمل مهارة تحدث مهارة السماع والإنصات ذكرنا أيضا مهارة العرض ذكرنا لغة الجسد وهي عنصر مهم بالتأكيد في عملية نقل الرسالة أو المعلومة بعد ذلك تحدثنا عنواع التصال للسكرتير ذكرنا التواصل الكتابي كتابة التقارير الخطابات التعاميم الرسائل المذكرات كل ذلك يعتبر من التواصل الكتابي والتواصل الكتابي ذكرناه أكثر رسمية وحفظا للحقوق حيث نستطيع العودة إلى الورقة أو إلى الخطاب أو إلى التعاميم متى ما أردنا وبالتالي يكون هالك ورقة ثوتية وأيضا وثيقة رسمية بعد ذلك تحدثنا عن الاتصال اللفظي ذكرنا وجها لوجه قد يكون أكثر في الإقناع أكثر في التأثير حينما يكون الحديث وجها لوجه يساعد على طرح الأسئلة يساعد على المصارحة على الإقناع على نقر الرسالة وبالتالي قد يسد النقص الذي قد يتسبب به مثل الاتصال الكتابي ذكرنا حينما يتم الرسالة الكتابية قد لا يتم نقر المشاعر والإيماءات والحركات التي يود أن ينقلها المرسل كذلك ذكرنا الاتصال فيما يتعلق في لغة الجسد ذكرنا أنه مهم جدا تعبيرات الوجه حركة اليد المصافحة الابتسام كل ذلك مؤثر في عملية الاتصال في طبيعة العمل أخيرا ذكرنا التواصل الكتروني قد نقوم بإدارة العمل الكترونيين وبالتالي مهم جدا أن يكون لدينا المهارة في كيف نتعامل مع التقنيات وأيضا مهارة الاتصال في هذه التقنيات كيف نعد التقارير كيف نرسل التقارير كيف نعلق عليها كل ذلك بالتأكيد تحدثنا عنه أخيرا ذكرنا عناصر الاتصال وذكرنا هي المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل وأيضا التغذية الراجعة ذكرنا مهم جدا أن كل عنصر نراعي فيه عدة بنود من أهمها بالتأكيد أن نفهم الطرف الآخر قبل أن نرسل من حيث اللغة من حيث الخبرة من حيث المعلومة لكي نستطيع أن نوصل الرسالة كما ينبغي أو كما يرغب مثلا المتلقي أو المرسل لا تيل الدرس السادس في الوحدة الثانية والتي نتحدث فيه عن مهارة إدارة ضغوط العمل أهداف هذا الدرس تعريف مفهوم ضغوط العمل سنعرف ماذا نقصد بضغوط العمل بعد ذلك سنميز بين أنواع ضغوط العمل سنوضح مراحل التعامل مع الضغوط بعد ذلك نتحدث عن العوامل المؤثرة على التعامل مع الضغوط هناك عوامل تؤثر علينا حينما التعامل مع أي ضغط عمل الأثار المترتبة على ضغوط العمل وأخيرا سنطبق استراتيجية التغلب على ضغوط العمل لدينا ضغوط العمل وبالتأكيد لدينا الإدارة والآداء وإدارة الأداء كل هذه سنتناولها بإذن الله في هذا الدرس تتعدد مهام السكرتير وتتشعب وقد يمر بضغوطات تؤثر سلبا على آدائه إذا لم يتم تداركها منذ البداية ويصبح من الصعوبة بمكان التعامل معها حيث تبدأ بإنذار وتتطور إلى أن تكبر وتكبر وقد يصعب حلها عندما تصل إلى الإنهاك لو تستذكر معي عزيزة الطالب نحن ذكرنا أن السكرتير هو الذراع الأيمن للمسؤول أو المدير أو الموظفين وبالتالي السكرتير وجدت لمساعدة الآخرين أو المنظمة على إنجاز الأعمال وخصوصا أعمال الإدارية وبالتالي قد يطلب من السكرتير العديد من المهام إعداد التقارير، زيارات، مقابلات، خطابات أيضا تقديم العروض، تنظيم الاجتماعات كل هذه المهام قد تأتي في آن واحد وتتسبب في ضغط العمل على السكرتير أو من يعمل معه وبالتالي أيضا مشكلات العملاء، مشكلات الموظفين كل ذلك حينما لا نستطيع تداركها من البداية قد تكبر وتكبر وبالتالي من المستحيل أن نقوم بحلها مثلا بسرعة أو بطريقة مباشرة لذلك قد تنتج عنها أيضا مشاكل إضافية هذه الضغوط إذا لم نتعامل معها منذ البداية أو حينما نكتشفها لذلك من المعتاد ومتعارف عليه أن السكرتير يمر بضغوط هذا الضغوط كلما أدرناها بشكل صحيح وكلما كانت في صالح العمل وإذا تركناها قد تؤثر بالتأكيد سلبا على العمل أو عمل السكرتير ماذا نقصد بالضغوط؟ الضغوط أو ضغوط العمل هي زيادة أعباء العمل وأيضا متطلباته إذن العمل يطلب منك أعمال وبالتالي زيادتها قد يتسبب بضغوط وهذا العدد قد يكون أكثر من العدد المحتمل للموظف سواء لأسباب شخصية أو خارجية واستمرار فترة زمنية كبيرة بمعنى لا يمكن أن نطلق على ضغط حينما يكون المعاملات والمستردات أقل من قدرة الموظف حينما يزداد على الموظف قد يكون الموظف مثلا لديه ظروف وبالتالي أداءه قد يكون ثابت أو أقل وبالتالي تأتي الأعباء العمل عليه أو قد يكون هناك زيادة في المهام والأعمال عليه وبالتالي قد تؤثر على هذا الموظف سواء إيجابا أو سلبا وتظهر في صورة إما مرضية أو سلوكية بمعنى هذا الضغط قد يكون مرضي وبالتالي يظهر على الشخص التعب الجهد أو قد يظهر عليه بسلوكه أنه غير مثلا قادر على التحمل تظهر المعاناة عليه وتؤثر سلبا أو إيجابا على أداء الموظف كلما زادت الضغوط على الموظف كلما توقعنا أن يكون هذا الضغط إدارة الموظف لهذا الضغط قد تكون تحوله من سلبا إلى إيجابا أو من إيجابا إلى سلبا أنواع الضغوط لا بد أن نفرق بين نوعين من الضغوط حيث إن الضغوط ليست سلبية في مجملها متعارف أنه يتحدث عن الضغط قد يكون يفهم أنه سلبي ولكن هناك ضغوط إيجابية وتتسبب أو تنتج مزيدا من النجاح والتقدم وهذا ما يوضحه الطرح في الجدول التالي لدينا ضغوط إيجابية وضغوط سلبية قبل أن نبدأ في الحديث عن الضغوط الإيجابية والسلبية دعونا تخيل أن الموظف مبتدئ مثلا في العمل لا يود مثلا إنجاز المهام ويود مهمة واحدة هل تتوقع أن هذا الموظف بعد مضي الوقت قد يكتسب الخبرة الكافية؟ بالتأكيد حينما يلتحق الموظف في عمل جديد هو يحتاج إلى الخبرة يحتاج إلى الموارسة وبالتالي كلما كان هناك زيادة في العمل كلما اكتسب الخبرة كذلك الطالب حينما يكون لديه أكثر من مهمة مثلا في الفصل الدراسي لجميع المقررات للسكرتارية للمواد الأخرى اللغة الإنجليزية اللغة العربية المواد الإسلامية إذن هناك أكثر من مقرر وكل مقرر المعلم أو المنهج يطلب الواجبات المشاركة بالتالي قد تسبب الضغوط ولكن مع قدرة الطالب على التعامل كيف يضع أولويات وهذا ما تحدثنا عنه سابقا يرتب الأولويات كلما استطاع إدارة هذه الضغوط لذلك مهم جدا أن نتفاهم أن هناك ضغوط قد تتحول إلى تحدي وبالتالي يشعر الشخص بالإنجاز والتقدم وهذا ما نقصده في عملية النجاح والتقدم دائما الضغوط الإيجابية تجعل لدى الشخص تحدي ومضاعفة العمل يود الإنجاز نلاحظ مثلا مندوب المبيعات موظف مندوب المبيعات قد يديه مبيعات أكبر من مثلا معدلات الطبيعية لكي يشعر بالنجاح والتحدي وبالتالي زيادة ومضاعفة نسبة البيع ومن ثم قد يحقق نتائج بالنسبة له لمردودة بالنسبة لأيضا مبيعات الشركة وأيضا قد يكون بالترقيات وغيرها هو أتى تحدي وجعله يضاعف العمل ولكن هو إيجابي من حيث المكتسبات من حيث أيضا المعطيات دائما الضغط يجعلك تفكر وتبحث عن تفكير إبداعي خارج الصندوق حينما لا يكون لدي الشخص ضغط قد لا يجد الأفكار الإيجابية حينما يكون دائما في عمل سهل أقل من إمكاناته وهذا أيضا قد يعرف في علم الاقتصاد بالبطالة الكامنة أو بطالة الغير واضحة بمعنى حينما يوظف الشخص في قدراته الكبيرة في وظيفة لا يوجد فيها ضغط أو لم تكن على مستوى قدراته لذلك مهم جدا أن يشعر الموظف بنوع من الضغط الذي يجعله يفكر ويبدع أيضا تجعل الشخص يركز عن النتائج يبحث عن النتائج يحاول أن يطورها يحاول أن يصل بالهدف وحينما يحققها أيضا تجعله يشعر بالإنجاز بعد الجهد بعد الاسترس أو ما يسمى بالضغط يشعر أنه حقق هدف وبالتالي أو هدف المنظمة وبالتالي يجعل هذا الموظف فخور بهذا الإنجاز كذلك دائما الضغوط قد تسبب منافسة إيجابية في صالح العمل كل موظف يسعى إلى أن يصل إلى أفضل آداء لكي يتنافس مع زميله حول من هو أفضل موظف وبالتالي كل ذلك من المنافسة الإيجابية أو المنافسة الشريفة المحمودة التي تسبب في نجاح العمل أيضا التفكير بحكمة نتيجة ضبط الانفعالات إذن الضغط يجعلنا نفكر بانفعالاتنا لكي لا تؤثر علينا هذه الضغوط وبالتالي قد نستطيع مع الوقت ضبط هذه الانفعالات نستطيع التحكم بها نتيجة مرورنا بضغوط الشخص الذي لا يمارس أي الضغوط قد حينما يأتيه ضغط بشكل مفاجئ قد لا يستطيع ضبط انفعالاته لأنه ليس لدي الخبرة الكافية في ضبط الانفعالات بالمقابل الضغوط السلبية وهي التي تجعل الشخص يخرج عن طوره أو قد تتسبب بمشاكل كما ذكرنا صحية أو سلوكية تراكم الأعمال حينما يكون هناك إهمال تسويف تأجيل هذا يسبب ضغط سلبي لأن مضاف لم ينجز عمله كما ينبغي وبالتالي قد يشعر بمثلا عدم استمراره في العمل قد يفصل من وظيفته وبالتالي قد تسبب بضغط سلبية وتفكيرات وارتباك وفوضى أيضا تتسبب في العمل حينما السكرتير يجعل المعاملة تتراكم يوما بعد يوم ولا يقوم بإنجازه هو يسبب ارتباك وفوضى في العمل أيضا قد تتسبب حينما يشعر أنه غير منجز يكون سريعا فعال يغضب أيضا قد يكون لديه الروح المعنوية منخفضة لأنه لا يرى إنجازات لا يرى نجاحات أيضا يظهر عليه أمام المسؤول أمام العملاء أدائه السلبي أو السيء وبالتالي كما ذكرنا قد تسبب في ترك الوظيفة قد تسبب في عدم ترقياته بالخصومات وغيرها وقد تسبب مثلا في إنهاء وظيفته إذا لم يقدم ما يشفى له أيضا الضغوط السلبي قد تسبب في صراعات داخل المنظمة بسبب انخفاض الروح ارتباك تراكم أعمال وبالتالي تنشأ الصراعات ما بين الموظفين في العمل وبالتالي قد تسبب على الضغط يعود بشكل سلبي على جميع الموظفين وقد يكون متسبب به شخص واحد لذلك مهم جدا حتى في مثلا أمورنا الحياتية الدراسية أن نتعامل مع الضغوط ويكون لدينا أولويات في إنجاز المهام لكي لا تتحول المهام والدراسة إلى ضغط سلبي حينما يكون لدينا أولويات تجعلنا نفكر نرتب نركز عن نتائج تشعرنا بالإنجاز بالتأكيد ينم على إدارة صحيحة للضغوط وحينما نجعل الواجبات تتراكم المهام تتراكم المشاريع بالتأكيد يأتي قبل الاختبارات بأيام لذلك نلاحظ بعض الأشخاص يتعرض لنوع من الأمراض لتصرفات سلوكية غير صحيحة كل ذلك سببه الضغوط أو تراكمات العمل التي تسببت في عدم مثلاً قدرة على التحكم بهذا الضغط يتعرض السكرتير للعديد من الواقف التي قد تسبب أو تسبب ضغوطاً إيجابية وسلبي مثلاً مواعيد يجب الوفاء بها حينما يكون لدى السكرتير عمل وبالتالي أتيه المواعيد إذا كان شخص لديه قدرة على إدارة بالتأكيد يشعر بالتحدي يشعر بالإنجاز حينما ينظمها وينجزها أخطاء يجب تصحيحها أيضاً تجعله يطور عمل وتجعله أيضاً يعمل كتابة تقارير عاجلة إذن يشعر بالإنجاز يشعر بالعمل كذلك مشكلات عمل تحتاج إلى حل سريع حينما يتركها مثلاً قد تتحول إلى أمور سلبية ولكن حينما يتعامل معها وفق مصوفة الأولويات ما هي المشكلات التي لكلها الأولوية على غيرها أيضاً حينما يكون لدينا علاقات عمل متوترة قد تتسبب بضغوط سلبية أيضاً لذلك كثير منظمات تحرص على خلق بيئة إيجابية الموظفين زيادة الروح التعاون والتواصل فيما بينهم عبر عدة طرق وسائل كل هدفه عدم مثلاً نشوء ضغوط سلبية تسبب مثلاً في فشل العمل أيضاً كثرة الأعباء التي يصعب الوفاء بها حينما يكلف الموظف بطاقة أكبر مما يجب بالتأكيد لن يستطيع إنجازها وبالتالي قد يتحول الأمر إلى أمر سلبي بالنسبة أو ضغوط سلبية على الموظف كل منا لو تأمل وضعه الحالي ويحدد ما هو الضغط الذي يجعلني أشعر بالتحدي والإنجاز وما هو الضغط السلبي الذي أو الضغوط التي تجعلني أشعر بالإحباط وعدم مثلاً الشعور بالإيجابية والتفاول كلما كان الشخص كما ذكرنا لديه إدارة للمهام وفق المصفوف التي ذكرنا سابقاً المهام الهامة والعاجلة والغير الهامة غير العاجلة وذكرنا سابقاً عدة استراتيجيات في إدارة الوقت حينما أرتب هذه الأولويات كلما أصبح الأمر إيجابي كلما تركنا الأمر يتراكم يوماً بعد يوم بالتأكيد يتحول الضغط إلى سلبي وبالتالي قد لا نستطيع التعامل معه مراحل التعامل أو التكيف مع الضغط كل ضغط إما أن نتعامل معه كما ينبغي أو أن نتكيف معه في حال عدم قدرتنا على إدارة هذا أو التخلص من الضغط لدينا مرحلة الأولى هي المستوى العادي للمقاومة عادة كل شخص كلما يعمل عمل هناك تحدي على إنجاز هذا العمل هذا يعتبر مستوى عادي وقد يتحول إلى إمذار نتيجة ردة الفعل فردة الفعل التي نظهرها تجاه الضغط يظهر جسم في حالة من عدم الراحة حينما يشعر المنظف أن الذي عمل لا بد من إنجازه هذا اليوم هو يشعره بالضغط ولكن من المتعارف أي عمل تكلف به يشعرك بنوع من الإنجاز وبعد أن تنجز بالتأكيد ستشعر بالراحة إذا أنجزت هذا الأمر ولكنها تزول إذا لم تنتقل إلى المرحلة التالية حينما ننجز تزول هذا أو يزول هذا الشعور حينما نتحول إلى مقاومة ومرحلة مقاومة إذن قد تزداد المقاومة نتيجة زيادة الضغط ولم تقم بحلها وبالتالي قد يتحول الضغط إلى ضغط أكبر إما أن تقوم بحلها أو قد لا تستطيع بالتالي تتكايف أو تتكيف معه المرحلة الثالثة وهي الإنهاك وصلت إلى مرحلة لا تستطيع التعامل مع هذا الضغط وهذا يقودنا إلى عدم القدرة الكافية لمواجهة الضغوط أو التعامل معه هنا بدأنا بتحدي مستوى عادي هنا مقاومة هنا وصلنا مرحلة الإنهاك وكل ضغط قد يمر بهذا المرحلة كل ردة فعل في كل مرحلة حينما أنهيه في المرحلة الأولى قد لا يتحول إلى المقاومة لكن حينما أترك المقاومة قد أستطيع التكايف معه أو حله ولكن حينما لا أستطيع قد يتحول إلى ضغط منهك يتسبب في مشاكل قد تكون صحية سلوكية خسائر للعمل وغيره نأتي للعوامل التي تجعلنا تأثر في عملية القدرة على التحكم أو التعامل مع ضغوط العمل أو الإدارة لدينا بطبيعة الناس هناك يختلفون وبالتالي شخصيات الأفراد مختلفة إذن هناك عوامل شخصية وتؤثر هذه الشخصية في نتائج تعامله مع الضغوط هناك بعض الأشخاص لديه الصبر لديه الجلد هناك بعض الأشخاص ليس لديه القدرة على الصبر أو لا يمتلك المهارة في التفاعل أو لديه حساسية زائدة أو سرعة غضب وهذا نتيجة تراكمات السنوات لذلك حينما يتحدث أن يجب على الطالب أن يتعامل أن يبادر أن يشارك في الأنشطة يشارك في المضغوطات كل ذلك لكي تبنى الشخصية بتعدد الألماط ويكون لديه القدرة على التكيف مع ظروف العمل المستقبلا الشخص الذي لم يعتد على ممارسة العمل أو الضغوط بالتأكيد قد يتسبب أو قد يكون لديه نمط معين لا يستطيع مثلا تقبل الأنماط الأخرى عدم قدرة على التحكم في الانفعالات له دور كبير في نتائج العمل وبالتالي كل شخص يختلف عن الآخر بشخصيته لذلك تعاملنا مع الضغوط أيضا سنختلف وفقا لاختلاف الشخصية العامل الآخر هو عامل خاصة بالوظيفة هناك بعض الوظائف يكون فيها الأعباء والمهام الإدارية كثيرة وبالتالي تتسبب بضغط على الموظف عدم توفر المواد أو الأجهزة المعينة على العمل هناك بعض الوظائف لا يوجد وسائل تساعد للسكرتير أو الموظف وبالتالي يقوم بالعمل يدويا أو بأدوات قد تكون غير احترافية وبالتالي تتسبب في زيادة الضغط على الموظف كذلك حينما يكون عدم وجود الراتب المحفز أو المقنع أو عدم وجود الحوافز المادية أو المعنوية للموظف وبالتالي يشعر بالإحباط يشعر بعدم التقدير يشعر بعدم مثلا وفاء أو عدم الاستفادة من قدراته أو أن المقابل الذي يأخذه أقل من قدراته وإمكاناته وبالتالي يتسبب ذلك في ضغط تجاه العمل أو تسبب بضغوط السلبية تجاه العمل إذا ملخص حديثا اليوم تحدثنا عن مفهوم ضغوط العمل وذكرنا هي كثرة الأعباء بأكثر مما يجب وبالتالي أكثر من طاقة الموظف وذكرنا من الطبيعة أن هناك ضغوط ولكن حينما تزداد يتحول إلى عمل لا يمكن إنجازه وذكرنا هناك ضغوط إيجابية وسلبية وفصلنا فيما يتعلق في الإيجابية تحفز تساعدك على إنجاز تشعرك بالفخر بإنجازاتك أما السلبية تسبب الإحباط وعدم الإنجاز ذكرنا أيضا مراحل التعامل قد يكون تحدي ومقاومة قد تكون في مستوى الأول بعد ذلك يتحول إلى مقاومة شكل كبير وإذا لم ننجز قد يتحول الأمر إلى إنهائك وبالتالي تستطيع التعامل مع الضغط ذكرنا العوامل تؤثر هناك عوامل شخصية متعلقة بشخصية الفرد بتفكيره بنمط سلوكه وأيضا عوامل خارجية قد تكون متعلقة بالوظيفة نفسها طبيعة الوظيفة المهام المحفزات الرواتب كثرة الأعباء استخدام الأدوات الحديثة كل ذلك قد يكون يتسبب في ضغط العمل إلى هنا عزائي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته